فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن انه متفائل بشأن التوصل الى اتفاق لوقف النار في غزة لكنه قيد الاعداد بايدن اضاف ان موعد بدء وقف النار في غزة بموجب الاتفاق الجديد لا يزال غير واضح مضيفا ان التوصل الى اتفاق حول وقف اطلاق النار والافراج عن الرهائن في غزة بات اقرب من اي وقت مضى وان التسوية باتت اكثر قربا مما كانت علي قبل ثلاثة ايام وحذر بايدن جميع الاطراف في المنطقة من تقويض جهود التوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة لا اريد ان اجلب الحظ السيء ولكن قد يكون لدينا شيء ما لكننا لم نصل الى هناك بعد ولكن الامر اقرب بكثير مما كان عليه قبل ثلاثة ايام لنأمل الافضل فيما وصف مسؤول امريكي المحادثات الاخيرة للتوصل الى هدنة في غزة بالاكثر ايجابية منذ اشهر وان هناك توافقا في الدوحة على وجود روح جديدة حقيقية للتوصل لنتيجة وقال ان الوسطاء يعتقدون ان الاتفاق اصبح ناضجا للانجاز في القاهرة الاسبوع المقبل المسؤول الامريكي اضاف ان الطريق مفتوح امام وقف شامل لاطلاق النار في غزة واكدا ان وزير الخارجية بلينكينغ سينخرط في عملية المفاوضات اثناء وجوده بالمنطقة الاسبوع المقبل المسؤول الامريكي اكد انه ستكون هناك اتماعات عمل على مدار الاسبوع ستتناول قائمة الرحائن والسجناء الفلسطينيين والتسلسل الافراج عنهم فيما قال المسؤول الامريكي ايضا انهم لا يأخذون تصريحات حماس العلنية بجدية وان الايرانيين اخبروا القطرين انهم يريدون وقف النار في غزة وعدم التصيد وفي السياق من المنتظري ان يتوجه وزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكينغ الى اسرائيل اليوم في مسعى من واشنطن لمواصلة الجهود الدبلوماسية المكثفة لابرام اتفاق لوقف اطلاق النار في قطاع غزة وسيؤكد بلينكينغ على الحاجة الملحة لجميع الاطراف في المنطقة لتجنب التصيد او اي اجراءات اخرى من شأنها ان تقوض القدرة على ابرام اتفاق بين اسرائيل وحركة حماس بوساطة دولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر